انا شفنا مجموعة او جماعة انصار الله وشفنا ايضا مناوشات بتحصل من مجموعة حزب الله وشفنا ان اصبح لها صدى ولو حتى على بعض الخطوط الاوروبية اللي قالت طب احنا هنبدأ نحول على طريق رأس الرجاء الصالح وما الى ذلك اما ان الاوان انه بنيمين نتانياهو يتخلى عن قرارات هوجاء ولا يحاول مغازلة الداخل بامل زائف طيب انت علشان هذا الامر يتفاعل لازم العالم يضغط بالفعل في اتجاه تطبيق القرارات الاممية وقرارات مجلس الامن وعلى رأسها بالطبع قرار 242 وقرار 338 طيب هل العالم منذ اللحظة الاولى لديه هذه القناعة العالم لا توجد لديه هذه القناعة يعني العالم الذي تحرك في الازمة الروسية الاوكرانية ووقع العقوبات ومدة اوكرانيا كل هذا المد وحنا حضرنا اكتر من اللقاء لتحليل هذا المشهد العالم لا يرى ما يحدث هناك ولكن في اللحظات الاولى كان يرى دفاعا شرعيا عن النفس ما يعرف يعني في القانون دفاعا شرعيا عن النفس طيب مين اللي قدر يغير هذه المعادلة في رؤية العالم انت بتتكلم عن الدولة المصرية صحيح بتتكلم عن التحركات المصرية بالمستويات اللي احنا اتكلمنا عليها طيب هي الدولة المصرية وهي بتتحرك في هذا الملف هل هي تشعر بالتهديد لا هي لا تشعر بالتهديد ولكنها تدافع عن هذه القضية باعتبارها قضية كل مواطن مصري حتى في مباراة الاهل الماضية كانت القضية الفلسطينية حاضرة خلي بالك من التحركات اللي كانت في الشرع المصري لدعم موقف القيادة السياسية صحيح خلي بالك من دعم موقف النقابات المصرية الداعم لموقف القيادة السياسية خلي بالك من تحركات المثقفين الوعية والرشيدة خلي بالك ان المشهد اختلف بقى هناك قناعة لدى الجمهور العام في مزاج عام كده متوافق على ان القيادة السياسية تدير هذا المشهد بدقة شديدة وبحسابات رشيدة وتأخذ ما يتناسب من القرارات مع تصاعد الموقف في الاراضي المحتلة في الضفة وقطاع طيب الطرف الاخر لن يتوقف ويمكن كان في امال كثيرة منعقدة على مد الهدنة الاولى الهدنة اللي انتهت وانا كنت من الناس اللي بيرهنوا ان هذا الامر لن يتحقق هذا الطرف يتحرك بناء على عقيدة دينية هو يهدف الى اقامة دولة دينية وما طرح من افكار مؤخرا حول حدود هذه الدولة وامتداداتها لا دا ما بيتكلمش بقى من النهر الى النهر وهو هنا حقيقة هو مش نهر النيل هو بيتكلم على نهر العريش من النهر الى النهر امتداداتها في المنطقة العربية لا هو الطرح دا حتى لو هو بيترحه ويتراجع عنه لا هو مش جاي هباء او جاي اعتباطا لا هذا الطرح يعبر عن مكنونات يحاول بها ان يؤثر على معنويات الشعوب في الدول المحيطة ويحاول ان يروج لا اعرف حضرتك المظرية جوبلز اجذب 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 حتى اصدقها هو يحاول هذا الامر بمنتهى البراعة عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر القنوات التي اعتحت الفرصة للمتحدثين بإثم دولة الكيان للتواجد وعرض افكارهم وبس سمومهم دي والدفاع المستميت لغاية اخر لحظة بس انا بظن المعركة دي هو خسرها خسارة فادحة يعني معركة الميديا والميديا البديلة خسرها ودي اول مرة في تاريخه يخسر معركة بس يخسرها كان لازم يبقى فيه موقف مغاير يستغل نقاط القوة في الموقف العربي ويبني عليها لازم كان يبقى فيه موقف عربي اعلامي موحد مما يحدث فيه الاراضي المحتلة لازم كان يبقى فيه سياسة والسروجية اعلامية عربية موحدة موحدة الخطاب لازم كان يبقى فيه عدم السماح بظهور هذه الابواق وعدم الدعاية لهم وعدم ترديد افكارهم وعدم طرح تنازلات الواحد بيأسف ان البعض وصل الى طرح قبول افكار تنازلات من الدولة المصرية في مقابل حل بعض الازمات للدولة المصرية هذا امر ماذا انت زي الفيلم مقابل حفن الدولارات هذا امر يخرج عن سياق المنطق ويخرج عن سياق تعامل الدولة المصرية نفسها مع ملف هذه القضية منذ 47 ليس 48 منذ 47 لغاية النهاردة فانت بتتحدث عن دولة تدرك حقيقة هذا الصراع ومدلولاته ولديها تأييد شعبي جارف واعي والفضل هنا للاعلام المصري اللي قدر يكون هذا الرأي العام بين المصريين الداعم للدولة ولقيادتها في مقابل طرف اخر يمضي الى غايته المحتومة هو ماضي في هذا الامر هو يتصورها معركته الكبرى هو يتصورها معركة تحقيق اهداف عقدته هو يتصورها انها الفرصة المثالية لتحقيق ما لم يتم تحقيقه منذ 13 عام بص يعني انا المسألة بالنسبة لي الوضع بقدر ما هو بيزداد تعقيدا بقدر ما انا بشوف احيانا ان هناك بورق للامل يعني مسألة تحويل انه يفتح باب التحقيق لدى مجلس النواب الامريكي مع جو بايدن هيضعف من موقف البيت الابيض ولو قليلا وبالتالي هيخفف من وقت الضغط على الاوروبيين ولو قليلا وبالتالي يساعدنا احنا ولو قليلا البازل اللي حضرك بتتكلم عليه ده مهم جدا في فهم سياق اتجاه العلاقات الدولية بصفة عام وفي اطار تطبيق تفاعلات بين الدول بصفة عام لكن في هذه القضية بالتحديد الامر مغاير لان هذه العقيدة عقيدة مؤصلة لدى بعض الحكام والساسة في العالم وهم داعمين لهذا التوجه في هذا التوقيت وللأسف ان التصريحات الصدرة يعني اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية جادة فيما تصدرهم من تصريحات من نوايا خالصة للتوصل الى اتفاق للهدنة من الضغط على الحكومة دولة الاحتلال بكل ما تملك من آليات لازم دا يترجم الى آليات نشوفها في مجلس الامن الى آليات نشوفها من قرارات وعقوبات تطبق على هذه الدولة الإشعارة بخطورة طول ما هذه الدولة لا تشعر بغضب عالمي من قادة العالم يؤثر على تغيير سياسات حكومة دولة الاحتلال هذه الحكومة ستتمادى في مخططها الوضعاء لتحقيق عقيدتها الدينية في هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر